مرحبا حبابي بكبكوش للأخبار شهر الله تكمتما محمد مؤسايل اليوم رجعت لكم بحلقة جدا متل ما شفتونا ثمنة بدنا نحكي على موضوع كتير مهم لابنو اول شي كل عاموة بخير انا رب جهر رمضان شهر الله يرحب علينا عليكم بصحة والعافية يا رب الله يطبر ويفرج عن الاهالي يلي يتأثروا كتير من الزلزال والله يرحم الضحايا يا رب اه ان شاء الله على جهر مهم اليوم رح حكي لكم على اهم المكاملات اللي نحن نحتاجها خلال شهر رمضان وتما بتعرفوا لانو بيكون الاكل قليل ففي نقص بالغذاء شو هنا اهم هي المكاملات اللي نحن نحتاجها مثل ما بتعرف المكاملات هي اللي تعبي الثغرات بنظامنا الغذائي فمثل ما حكينا برمضان اكل قليل فراح يكون نحن جسمنا بحاجة لا مسلا اول شي هو اهم شي الملتي فيتاميز كل ياتنا بنحتاج ملتي فيتاميز بالحياة اليومية لانو ما عمنا بشكل كافي خصوصا الرياضي فبرمضان بنحتاجه اكتر لحتى يساعد لتأوية جهاز المناعة الشعار العيون الجلد دعم العضلات والعظام واهم يعني الصحة ب الملتي فيتاميز الموجوده في عن كم النوع جيد في عن كون الانيمان باك كمان نوع جيد يعني تعريبا انشامل للفيتامينات والمعادنين اللي جسمنا بحتاجها اهم نوع ملتي فيتاميز بالنسبة للرجال اللي هو규 وانا دائه Amen's 50 اما بالنسبة للصباية افضل نوع ملتي فيتاميز كمان نفس الشركة هي وانا دي ومنز 50 commanded starts to remove the seinenroe I'm or her microlic Jean's with Metroid I'm not interested in responding to the raw taste سأخذ منه حبتين لإعطاني احتياجي أو كفائتي من المولتي فيتاميز باليوم حسنًا ممكن أن نأخذ المولتي فيتاميز في شهر رمضان أفضل وقت هو مع الأفطار وإننا نأكل ونبدأ شربنا ماء ونأكل حبتين التمر ونأخذ مولتي فيتاميز ونكمل أكلنا أو قبل الوجبة الثانية قليلاً مثلاً قبل السحور أو قبل الوجبة الثانية التي تكون معها أو بين الوجبات لا يؤثر نأخذ منه حبتين أو ممكن أن تستشيروا الطبيب وإذا كنتم تأخذوا هذه المعينة كم تأخذوا من هذه الجرعة ويختلف من شركة إلى شركة حسب الشركة التي اشتريتها إذا أخذت الأنيمال باك على سبيل المثال ملتي فيتامينز يأخذ فيه كياس جرعات ممكن أن نأخذ كس واحد يكون كافي ممكن أن نوصل أيضًا إذا كنت رياضي كثيرًا ممكن أن نأخذ كسين كجرعتين والمكامل الثاني يتحدث عنه هو معروف البروتين باودر البروتين باودر مهم جدًا لأننا لا نأخذ كفاءة بروتين خصوصًا الناس الرياضية التي تحافظ على العضلات لا يمكن أن تخسر كتل العضلية فلازم نأخذ بروتين باودر حتى يساعد لأننا لا يمكننا أن نأخذ كثيرًا الوقت كثير ضيئة ممكن أن نأخذ سكوب بروتين بعد الأفطار بشي ساعتين أو ممكن مع السخور أيضًا نأخذ بعد الأفطار واحد مع السخور إما مع وجبة السخور نفسها إذا كانت تشاهدها أو ممكن لحالة مع ماء أو حليب نأخذ بعض الأفطار بروتين بالنسبة للسكوب الثاني يمكن أن يأخذ بروتين باودر اسمه كاسيين هذا النوع حضمه بطيء بروتين حضمه بطيء يساعدنا إذا أخذناه مع السخور أو قبل السخور يساعدنا أن يضل في بروتين ويجسمناه كفائية لأنه حضمه بطيء يساعدنا لحتى الاستشفاء العضلي اللي بناء العضلات وبنفس الوقت خسارة الوزن فهذا كثير مفيد نوع اسمه كاسيين أكيد نحن لا نأكل سمك كثيرا وخصوصا بشهر رمضان فنحن بحاجة لأوميغا ثري لهذه الدون الصحية كثير مهم جدا لصحة القلب والدماغ ويقلل الإصابة بأمراض خطيرة بالإضافة أنه يعتبر كمضاد التهابات وخصوصا بألام المفاصل اللي يعاني من وجع المفاصل فأخذوا أوميغا ثري الجرعات التي نأخذها من الأوميغا ثري هي أقل 500 ميلي جرام اليوم طبعا يرجع لك كل شخص يعني لك كل فرد وحالته إذا هو بيعقل سمك كثيرا أو إذا هو رياضي كثيرا نشاطاته كثيرا والعمر نتسشي بالعب دون على سبيل المثال أنا متبرر خمسة يام الأسبوع باقل سمك يمكن مرة واحدة باليوم ويجوز برمضان أقل فأنا بحاجة الأقل ألف ميلي جرام من الأوميغا ثري لازم تتطلعوا لشغل اللي بنا نشتري الأوميغا ثري لازم تتطلعوا لورا تشوفوا بالإي بي اي و دي اتش اي مكتوبين هنا تحسبون كم يعني كل كابسولة كم فيها إي بي اي و دي اتش اي إذا فيها ألف ميلي جرام في الكابسولة الواحدة سيكون كافية أما إذا فيها أقل لازم نأخذ مثلا حتى توصل إلى ألف ميلي جرام أقل شيء يعني نبقى فرنات هذه لنأخذ ثلاثة إلى أربع حبات ستتوصل إلى ألف ميلي جرام أقل شيء للأوميغا ثري أفضل وقت أن تأخذوهم مع الوجبات أفضل في ساعتين يعني قبل الوجب الثاني والمكمن الذي نحتاجه هو الكالسيوم والمجنيزيوم و الدي ثري أهم شيء هؤلاء الكالسيوم والمجنيزيوم والدي ثري حتى لو كانوا مبعد بواحدة ممكن أن يكونوا مفصلين ما بهم أهم شيء المجنيزيوم والكالسيوم لصحية العضام لتقوية العلالات ولتقوية جهاز المناعة بإضافة يساعدنا لإستشفاء العضلي والاسترخاء يمكن نأخذ منه حبتين لنوم حتى يساعدنا بالاستشفاء العضل الأسرع المكمن الذي بعده هو الزينك مهم جدا أقل شيء نأخذ أربعين ميلي جرام باليوم أنا الذي لديها خمسين ميلي جرام لا يؤثر منه لأنه الرياضي فأخذ منه حبة واحدة مع الأكل مع الملكة يعني حبة واحدة وممكن أن نأخذها مع الأفطار أو مع الوجب الثاني التي هي بعد الأفطار بساعتين الزينك مهم جدا لجهاز الهضم ولنمو الخلايا وتحسين الأنسجر وتضررها بجسم وتقوية جهاز المناعة كمان ففي تلك المهم نأخذ أقل شيء أربعين ميلي جرام باليوم مثل ما أقول لكم مع أي وجبة تكونيها المكمن الذي بعده مهم جدا وهو البي سيكس والبي طناعش نحن أغلب العالم على فكرة حسب الإحصاءات أو حسب الدراسات أنه أغلب العالم عندنا نقص بالفايتامين بي طناعش وبي سيكس أنه مفيد جدا لتحسين المزاج والتخلص من الشعور بالاكتئاب لإضافة لتحسين وظائف في الدماغ ويساعدنا من التخلص من التعب والشعور بالتعب والتحسين الطاقة عن طريق تحويل الدهون والبروتين لطاقة فهو مهم ممكن أن نأخذ منه 100 ميلي جرام أنا الذي عندي مثل هذه يعني أطراض ممكن أن أخذ منه أطراض 100 ميلي جرام 100 ميلي جرام يكون مليحق أو ممكن أن تجد منه حب لكن هذا هو فضل طعنته طيبة ممكن أن نأخذه مع الوجبات التي هي مثل وجبة الأفطار مع الملتي فيتامين والأميجا ثري سواء نأخذ ما يؤثر حتى يساعدها بالتخلص من الشعور بالتعب ويزود الطاقة عنها والمكمل المهم الذي يتحدث عنه هو الـ EAA الذي فيه الأحماض الإمانية الأساسية سأضعنا صورته هنا أنا لسا لم أشبتك فهو مهم لتحسين نمو العضلات والاستشفاء العضلي ويساعدنا من التخلص من الشعور بالألم بعد التمرين ممكن أن نأخذ منه 10 جرام قبل التمرين أو بعد التمرين مباشرة نتحدث عن مهم المكملات التي تحتاجها خلال شهر رمضان وهناك أيضا الكريتين هل ممكن أن نستخدم الكريتين في رمضان أو لا؟ سؤال مثير للجدل ومثل ما تعرفون الكريتين مهم للطاقة والبناء العضلي والاستشباع ولكن في رمضان الوقت قليل لا يوجد وقت كثير حتى أن نشرب ماء الكريتين الذين يجب أن نشرب ماء منيح خلال اليوم في رمضان الوقت قليل لا أعتقد أن كريتين نشرب ماء كفاية فممكن أن تجنبوا لبعد رمضان يكون أفضل إذا لم تشربوا ماء أما إذا كنت شخص تستطيع أن تشرب ماء معكم وقت بنيح وتشعروا أن تشربوا ماء في وقت الأفطار فممكن أن تأخذوا منه فممكن أن نأخذ منه خمسة جرام قبل التمرين أو بعد التمرين أو ممكن عشر جرام خمسة قبل التمرين أو خمسة بعد التمرين فهو مهم للطاقة والبناء العضلي وهذا ما نصلنا لنهاية الحلقة اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم وعرفت المكملات التي تحتاجتها في شهر رمضان سوف تكملوا نظامكم الغذائي أراكم أنا قريب لا تنسوا إذا كنت تدريب شخصية وبرامة غذائية تواصلوا معي على الفيس أو الإنستجرام أو على الواتس أب سأحبكم كثيرا يا قهري سلام